السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا وسلم بكم أحبابي ومتابعي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم إن شاء الله نتكلم على مجموعة بسيطة من النباتات التي تتأثر كثيرا بكثرة الري فتجنب الري الكثير لهذه النباتات حتى لا تقتلها وهذه النباتات غير محبة أيضا لكثرة الماء فلاحظ أو تجنب كثرة الماء لهذه النباتات خاصة النباتات الداخلية وعموما انتظام الري مهم جدا لأغلب النباتات سواء داخلية أو خارجية ولكن بعض النباتات التي اخترتها لكم نتكلم عليها لأن تأتي كثير شكاوي من موت النبات وذبول النبات فجأة فالسبب الرئيسي هو زيادة الماء فهذه النباتات نبتة الزامية التي نرها ممنى نبتة عصرية كما نرى ونعرف هاي النبتة نبتة جميلة جدا داخلية تعيش في إضاءة متوسطة أو الإضاءة السطيعة داخل المنزل وهي من النباتات الجميلة الأوراق لحمية لامعة خضراء تتكاثر بكل سولة بالأوراق وبالتفسيخ أو بالدرانات وهي حساسة جدا للماء وأيضا النبتة الأخرى هي جلد النمر كما ترون أمامكم نبتة أيضا نبتة داخلية وتعيش في إضاءة سطيعة أو متوسطة أو حتى في الخارج ولكن بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة هي من النبتات الحساسة جدا للماء فهذه النبتات لا ترويها إلا بعد وتتأكد جفاف سطح التربة تماما وأن تكون التربة جافة وتتأكد أيضا من تصريف الماء يكون تصريب جيد حتى لا تقتل أو تتعفن النبتات وتؤدي إلى الزبول وفي الآخر تموت النبتة طبعا حتى تستفاد من هذه النبتة أو النبتات أو تعيش معك لفترة طويلة انتظام الرأي كثير مهم جدا لهاي النبتات أما النبتة الثالثة وهي نبتة الكلانشو نبتة الكلانشو كما ترون نبتة مظهرة جميلة جدا نبتة داخلية تعيش في الإضاءة الساطعة وتعيش أيضا في المناطق الظلية أو نصف ظلية في الحديقة وهي من النبتات المميزة ذات أزهار رائعة وتتكاثر أيضا بالأوراق وتتكاثر بالبزور والتبسيخ والعقل وهذه النبتة أيضا حساسة جدا بالنسبة للماء ولكن تفضل أن تكون التربة رطبة ولكن كثرة الماء تقتلها وتؤدي إلى الفطريات وإصابتها بالفطريات في الجزر وأيضا إصابت الأوراق بالفطريات أيضا وبالتالي تؤدي إلى ذبول النبتة وموت النبتة فهذه أيضا من النبتات الحساسة جدا لزيادة الري فعليك انتظام الري أيضا في هذه النبتات خاصة إذا كانت مزروعة داخل المنزل فعليك تخفيف الماء لفترات متباعدة ولا تروي إلا أن تتأكد أن سطح التربة جاف والتربة جاف تماما حتى تروي ولكن تروي بانتظام النبتة الأخرى معنا وهي الألوفيريا وهي من النباتات العصارية أيضا تنمو تحت أشعة الشمس الغير مباشرة أو في المناطق الظلية أو النصف الظلية أو حتى داخل المنزل تحت الإضاءة الصاطعة وهي من النباتات التي أيضا تتأثر كثيرا بزيادة الماء فلا تروى أيضا إلا بعد جفاف سطح التربة أو جفاف التربة تماما وتروى بانتظام على فترات متباعدة وتتكاثر بالخلفات وتتكاثر بالأوراك والنبتة الأخرى وهي نبتة الشمعة أو الهوية وهي من النباتات العصارية أيضا داخلية وخارجية ولكن لا تزرع تحت أشعة الشمس المباشرة وهي من النباتات أيضا التي تتأثر بكثرة المياه وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا لايك والشير والاشتراك بالقناة ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم